بسبب ظروف التدابير الاحترازية المفروضة على خلفية جائحة فيروس كورونا وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تقرر عدم السماح بإقامة صلاة عيد الفطر في المساجد نظراً لصعوبة توفير شروط التبع في جديد التصعيد الإسرائيلي الفلسطيني كتائب القسام تضرب تل أبيب وضواحيها بمائة وثلاثين صاروخاً ومجلس الأمن يعقد اجتماعاً طارئاً لبحث التطورات أما في الرياضة مانشستر سيتي يتوجب بطلاً للدوغي الإنجليزي لكرة القدر نشرة الأخبار نقدمها من كفانكات تيفي بطنجة أهلاً بكم أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أمس أنه تقرر في ظل ظروف التدابير الاحترازية من عدوى وضاء كوفيد-19 عدم إقامة صلاة عيد الفطر سواء في المصليات أو المساجد وعزت الوزارة في بلاغ هذا القرار إلى التوفد الذي يتم عادة في هذه المناسبة ونظراً لصعوبة توفير شروط التباعد وعلى صعيد آخر أكد زعيم الحزب الشعبي والمعارضة في البرلمان الإسباني بابلو كاسادو على أنه سجل خمسة أسئلة برلمانية لطرحها على حكومة بيدرو سانشيز قصد تقديم توضيحات حول الدخول غير الشرعي دون الإعلان عنه وبهوية مزورة لزعيم جبهة البوليزاريو ويأتي هذا بعد رقاء عن بعد جمع أمس بابلو كاسادو بعزيز أخ النوش رئيس التجمع الوطني للأحرار ووزير الفلاحة والصيد البحري ونزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال وكان بابلو كاسادو أشار خلال حدث نظمه الحزب الشعبي الأوروبي أول أمس بمناسبة يوم أوروبا أشار إلى أزمة غير مسبوقة في التاريخ الحديث لإسبانيا مع المغرب معتبرا أن ما قامت به حكومة بيدرو سانشيز هو تصرف غير مسؤول مع شريك استراتيجي مثل المغرب في خبر آخر أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 242 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و258 حالة شفاء و6 حالات وفاة خلال 24 ساعة الماضية فيما وصل عدد المستفدين من الجرعة الأولى من التلقيح إلى 5 ملايين وتسعمائة وثلاثة ألاف وخمسمائة وثلاثة وتسعين شخصا وأبرزت الوزارة أن الحصيلة الجديدة للإصابة بالفيروس رفعت العدد الإجمالية لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 514164 حالة ومجموعة حالات شفاء التام إلى 500404 حالات بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 9083 حالة يمثل المغرب في الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية ناصر بوريطة وزير شؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج وسفير المغرب في مصر وممثله الدائم لدى جامعة الدول العربية أحمد التازي وكانت وزارة شؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج قد ذكرت أن المملكة المغربية تتابعت بقلق بالغ الأحداث العنيفة المتواترة في القدس الشريف وفي المسجد الأقصى وما شهدته باحاته من اقتحام وترويع للمصلين الآمنين خلال شهر رمضان وعلاقة بذات الموضوع أعلنت كتائب القسام أنها قصفت تل أبيب وضوحيها ب130 صاروخا ردا على استهداف الطيران الإسرائيلي العمارات السكنية في قطاع غزة وقالت الكتائب أن هذه الضربة الصاروخية هي أكبر عملية قصف تشنها المقاومة على تل أبيب ونقلت وسائل أعلام إسرائيلية أن الصواريخ التي أطلقت من غزة على مدينة حولون قرب تل أبيب أصفرت عن سقوط قتلين و26 إصابة من جهتها أكدت خدمة الإسعاف الإسرائيلية إصابة شخص بجروح خطيرة جراء القصف على تل أبيب وقال مسؤول إسرائيلي أنه تم تعليق حركة الملاحة الجوية في مطار بنغويون شرق تل أبيب إثر قصف من غزة وظهرت صور إجلاء عدد من الركاب إثر سقوط صاروخ قرب المطار وصباح اليوم قتل جندي إسرائيلي في قصف صاروخي جديد نفذته كتائب القسام شمالي قطاع غزة وعلى الجانب الآخر استشهد خمسة فلسطينيين جراء قصف جوي إسرائيلي لمناطق شمال وجنوب القطاع ويجتمع مجلس الأمن الدولي اليوم لعقد جلسة جديدة طارئة لبحث التصعيد الدامي بين إسرائيل والفلسطينيين هي الثانية خلال ثلاثة أيام وفق ما ذكرت مصادر الدبلوماسية وكانت كل من تونس والنرويج والصين هي من دعت إلى هذه الجلسة الجديدة المغلقة وسط قلق دولي من تداعيات التصعيد الجديد وغير المسبوق منذ حرب أربعة عشر وألفين في المنطقة من جهتها أبدأت المدعيات العامة للمحكمة الجنائية الدولية قلقها من تصاعد العنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين مشيرة إلى احتمال وقوع جرائم حرب نختم بالرياضة حيث توج مانتستر سيتي بطلا للدوري الإجزي الممتاز لكرة القدم من دون أن يلعب وذلك بعد خسارة وصيفه مانشستر يونايتد على أرضه أمام الإستر سيتي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهم أمس في افتتاح الدورة السادسة والثلاثين ويملك مانشستر سيتي ثمانين نقطة مقابل سبعين ليونايتد قبل ثلاثة مراحل على نهاية الموسم الحالي وهي المرة الثالثة التي يتوج فيها سيتي بطلا في المواسم الأربعة الأخيرة مشاهدين بهذا نكون قد وصلنا إلى ختم هذه النشرة للمزيد من الأخبار زور موقعنا الإلكترونيكا شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر